أهلا بكم بحلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن ممكن نقول توفقات الأبراج أو مين البرج اللي هيستحمل برجك ويستحمل سلوياته وهيستحر عيوبه ويفضل معاك لحد النهاية فالنهاردة هنتكلم عن مين أكتر برج هيستحمل برجك وعلاقته بيك هتبقى علاقة طويلة المدى فكل واحد بقى قولي مين أكتر برج بيحسنه وبيستحمله فهنبتدي الاثناشر برج ونقول مين كل برج مين البستماتش بتاعه اللي بيعرف يعني يتفق مع عيوبه وبيعرف يستحمل سلبياته وعيوبه وبيسترمر معاك في علاقة طويلة المدى طيب أول حاجة هنبتدي مع الحمل الحمل أكتر برج هيستحمل الحمل وهيقعد كده يعني هيستحمله ويبقى compatible معاك هيجي عندنا برجين أنا مشوف الحمل بيجي معاك فيه أبراج أقولك برج واحد فيه أبراج أقولك برجين الحمل أنا مشوف البستماتش بتاعه هيبقى القوس والجوزاء القوس والجوزاء القوس والجوزاء بيعرفوا يمشوا مع الحمل بيعرفوا هما الاثنين أو تلاتة دولة انطلاقيين بيحبوا الخروج بيحبوا الانطلاق مندفعين أنرجاتك بيحبوا مش بطاء يعني الحمل بيكره البطء فبيحبش الناس البطيئة اللي بتاخد وقت فبالتالي شايفوهم تلاتة منطلقين جدا هيعرفوا يتعاملوا مع بعض فالحمل هيستحملك مين؟ هاستحملك حد القوس وهيعرف تعمل معاك أو جوزاء ندخل بعد كده على البرج اللي بحبه جدا برج التور أكتر برج كامباتبل وهيستحمل التور واستحمل ويعيوبه يعرف يتماشى معه ويعرف يقرى دماغه ويعرف يعني يبقى محتوي عزراء بجدارة تقريبا محدش هينفس العزراء في موضوع التور فهم باستماتش مع بعض أنا بعتبرهم الأفضل أفضل الكابلز مع بعض بيعرفوا يتفاهموا بيعرفوا يتحوروا بيعرفوا يختلفوا وأنا في فيديو عملته عن التور والعزراء تفرجوا عليها أجيبكم جدا جدا أنا بشوفهم one of the best matches الاثنين earth signs الاثنين بيحتووا بعض بيعرفوا يحتووا بعض ويعرفوا يتفاهموا بيسمعوا بعض طيب نيجي بعد كده على الجوزاء أكتر بورج هيعرف يحتوي جنون وشعننت ومودية وازدواجية الجوزاء وبجدارة هو بورج القوس بورج القوس من أبراج اللي هتعرف ازاي تمنج الجوزاء هما الاثنين منطلقين هما الاثنين يحبوا الخروج بيحبوا الحرية بيحبوا الانرجاتيك زي الحمل برضو فهم بشوف البست match بتاع الجوزاء بلا من المنازع هو القوس ندخل على السرطان بست match للسرطان بلا منازع بورج العرب دول بقى أحسن عارفينتوا لألاقة بقى المية والهوى بقى هما الاثنين مائيين والخب مولع في الضرق هما الاثنين كده الاثنين رومانسيين وحنينين وحبيبة قويين جدا جدا بيعرفوا يحتوي بعض وبيعرفوا يتكلموا مع بعض بيعرفوا يكونوا يعني بيعرفوا يتفاهموا مع بعض هما الاثنين غيرين بس وشككين شوية دي بتعمل مشاكل بس الاثنين بالمatch مع بعض they are too perfect مع بعض بعد كده هندخل على الأسد البست match بتاع الأسد هو الميزان الميزان والأسد بيعرفوا الاثنين يتعاملوا مع بعض بيعرفوا يحترموا بعض الاثنين بيحبوا الفشخرة والمظاهرة والمظاهر والحاجات دي فالاثنين متفاهمين قوي في الحتة دي بيحبوا الانطلاق الميزان بيعرف يدي الأسد الإيجو بتاعه والأسد بيعرف يستحمل انطلاقة الميزان القوي ثاني يجيب على برج يا جماعة برج العزراء وبست match مع برج العزراء هو برج التور وبجدارة يعني برج التور بيحتل المرتبة الأولى بس عزراء عنده سكن بست match هو العقرب يعني العزراء برضو العقرب يتماشى معاه جدا وبيعرف يتفاهم معاه بس number one بيعرف يستحمل العزراء ويحتوي ويعني يصبر عليه كده هو التور التور صابور أكتر من العقرب بس العقرب برضو بتشد جدا للعزراء وبيعرفوا يتعاملوا مع بعض أنا برضو أنا بابايا عقرب فأنا العقرب برضو بس التور هو number one في حياة العزراء هما الاتنين فيه علاقة قوية علاقة متينة يعني طيب بعد كده هنيجي على الميزان أكتر برج بيعرف يستحمله ويعرف يحتوي الميزان هيجي عندنا برج الأسد هما الاتنين يعني ده بيحتوي ده وده بيحتوي ده فهما علاقة كمباتبل زي برضو التور والعزراء يعني في أبراج ممكن ده يحتوي ده والتاني ما عرفش الأسد والميزان من best matches مع بعض بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع بعض بشوف برضو الميزان بيمشي معه الجوزاء الميزان والجوزاء برضو حلوين جدا مع بعض بيعرفوا يتعاملوا مع بعض الاتنين أنرجاتك الاتنين بيحبوا الانطلاق ما بيحبوش الروتينية ما بيحبوش مش روتينيين بيحبوا الانطلاق بيحبوا التغيير جدا جدا طيب من هو best match مع العقرب العزراء بجدارة يعني أكتر برج يستحمل العقرب هو العزراء هما best match مع بعض برضو العقرب عنده best match تاني هو الحوت الحوت برضو من أكتر الأبراج اللي بتعرف تحتوي العقرب بيعرفوا يتعاملوا مع بعض والاتنير رومانسيين جدا جدا يمكن العزراء بيعمل بالان شوية العرب بيبقى رومانسي جدا بس العزراء كده ايه practical اكتر وراشنال اكتر اما الحوت والعرب برضه one of the best matches مع بعض انا بابا يا مامتي يا جماعة ربنا يعني يخليهم يا ربي يعني يزود حبهم وعلاقتهم مع عرب وحوت على فكرة بعد كده هندخل على برج القوس best match مع قوس هم برجين برج الدل وبرج الجوزاء ودي ابراج انرجاتك بيحبوا الانطلاق بيحبوا الخروج بيحبوا الفسح بيحبوا حرية بيحبوا الصفر فهم يعني بيستحمل برج القوس الدل وبيعرف تعمل معاه كويس جدا وكمان الجوزاء ندخل بعد كده على برج الجدي بس ماتش مع برج الجدي انا بشوف برج السرطان بيعرف يحتويه بيعرف يتكلم معاه بيستحملوا بعض فهم الاتنين بيعرفوا يتعاملوا مع بعض كويس ممكن بس السرطان سنست شوية على الجدي بس بالاخر بيعرفوا يتكلموا بيعرفوا يتحاولوا بيكملوا بعض الجدي هو الجانب البركتك اللي عملي أما السرطان هو الجامل بالحنين الجانب اللي بيدي رومانسية فهو بيبالنس العلاقة معاه طيب بيسماتش مع الدلو أنا بشوف إن الحمل أكتر بورج بيعرف يستحمل الدول وبيعرف يتعامل معاه والجوزة دولة أكتر بورجين بيعرفوا يمانجوا ازدواجية الدلو وتغييره ومود بتاعه والتشقم بتاعه هو بيعرف بيعرفوا يتعاملوا معايا جدا جدا وبشوف الأسد كمان على فكرة مع الدلو الأسد مع الدلو كويس بس الأسد يعرف يحتوي الدلو أما الدلو ما يعرفش يحتوي الأسد آخر برج عندنا هو برج الحوت أكتر واحد يعرف يتعامل ويستحمل برج الحوت هو برج العقرب بجدارة بلا منافس بلا منازة بيبقوا باست ماتش مع بعض الحمد لله معالش جماعة فالحوت والعرب من أكتر الأبراج الكمباتبل مع بعض اللي بيعرفوا يستحملوا بعض اللي بيعرفوا يتكلموا مع بعض بيحتوي رومانسيا الحب مولع في الدرة يعني حوت وعرب حب مولع في الدرة السرطان والعرب برضو الحب مولع في الدرة التور والطور والعذراء الحب مولع في الدرة بس يعني دي علاقة يعني أكثر ومستقرارا على فكرة بشكركم يا ربي فيديو عليكم عجبكم قولولي أنتو برج بيشوف مين أكتر برج بيستحمل عيوكو كده بيحتويكو يعني بيعرف يفضل معاكو الوقت كبير جدا قولولي أنتو إيه رأيوكو إيه تحليلاتكو كل واحد يقولي هو برج إيه وأكتر برج بيستحمله أنا كعزراء أكتر أكتر برج باتفق معاك بلا منازع هو برج التور أنا كمان باتفق مع الحمل على فكرة أنا بحب برج الحمل تقولي مين أكتر برج أو برجين بيتطفق معاكو جدا 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 وتحسوا أنه فيه كامباتباليتي ما بينكو وما بين بعض بس أنا بفعلا برج التور وبجدارة دايما أتحسوا أنه برج التور يعني طورس يعني أنا بعشق برج التور بلا منازع وحمل كمان أنا بعرف أتعمل مع الحمل جدا 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 أنا شعارف أحسيت أني قررت الجملة دي ثلاث مرات صح؟ طيب لازم أوطر رأيو شكرا بحبوكو اكتبوا لي تحت وعملوا شهير بقى مع الناس اللي لديهم علاقة وكامباتباليتي اتجوزهم والأبراج دي يا جماعة الأبراج دي هتستحمل بعضها ويمشى معاهم مع بعض في الجواز وفي الصداقة ويعني الأبراج دي تعرف تتجوز بعض ويعيشوا في ثبات ونبات تانكيو بس هنكت الساعة 2 بليه شكرا أشوفكم في فيديو تاني باي باي مع السلامة بيج لاوف وياريت تشتركوا في القناة تابعوني على سوالشال ميديا انا استجرام وفيسبوك لو انت فرق علي اليوتيوب وصب لكم فيديوهات حلوة قوي هنا تانكيو باي